مرحبا برج الدلو اهلا بكم في قراءة منتصف شهر الى نهاية الشهر هذه القراءة رح تكون مقسمة الى غسمين او شي عندنا بننظر الى المال والمشاريع وبعدين نشوف القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما انت طلبتوها وهي القراءة العاطفية خصوصا ممكن تكون عكسية وكمان تصلح للطالع والشمس وايضا القمري او اي كوكب عندكم موجود بهذا البرج برج الدلو اوكي اوشي ننتقل الى جانب الاموال والحياة العملية والبزنس شوفش ان عندك يا برج الدلو ولو ان طاقتك خلال شهر جدا جميلة نوع من القلق نوع من الخوف لكن هذا الخوف مو لك انت مو وجه لك انت يا برج الدلو هذا خوف الاخرين من انتصاراتك عندنا هني اسف سورت السيف الاول برج الدلو انت في طاقة انا كنت حسيتها من قبل هذا الطاقة اللي وياك تبتدي من الحين ما ادري ليش فهني عندنا يا برج الدلو لا مزيد من الانتظار حتى لو انت حاولت تتأخر اي شي عندك في حياتك العملية لو كان في شي متعسر عندك فترة طويلة ما تقدر حتى لو انت حاولت استخدم طاقتك الخاصة ما تقدرت اخرى العجلة رح تمشي لصالحك سواء رضيت او لم ترضى اوكي في عندنا انتصارات كثيرة هني اوكي غيرة غيرة هذي طاقة الغيرة انه برج الدلو شلون حقق هذا الشي في فترة قصيرة استيقاض العملاق النائم شلون كان فترة طويلة ما عنده انجازات تذكر ما حقق شي ما قدر يحصل خلي لحددها اكثر دعم اللي عندنا هني قراءة البزنس والحياة العملية والاموال برج الدلو سيف الاول يقول لي هني انه في في خبر كبير خبر كبير رح ينتشر في وسطك ويصل الى مسامع الاشخاص اللي غارون منك ويحسدونك بخصوص تطور ايضا كبير في الحياة العملية انتصار الناس يبتدون يتعاملون معاك في البزنس سمعتك تبتد توصل يجلسون مع هذين الاشخاص اللي غارون منك ويمدحونك اهني سمعة بعد يمدحونك قلون كانت فرصة سعيدة لما سوينا بزنس معاك وصلتنا الطلبية وصلتنا الخدمة وصلنا المنتج وكان افضل مما توقعنا أول شيء احسنين ان الانتصار يأتيك على حين غفلة انت كأنما حتى مناول دائما اقول افضل الاشياء تأتينا في الحياة لما ما نكون مخططين لها هذي بالطاقة هذي بالضبط الطاقة لجدامنا انت على غفلة او انت حبت مشغوله بشيء ثاني همك اخر همك هذا الموضوع الانتصار الكبير الانفراج الكبير او كان انت تصل الى مستوى عالمي محلي قوي في صنعتك في تجارتك اوكي هذا النوع ولكن هذا ما يأتي بدون غيرة وقلق الاشخاص ليش هنا اشوف يمكن منافسين او حتى حاسدين حاسدين هذين الناس للامانة لازم اقول الكلمة مبتدين في المجال مجال التجارة مجال النجاح العملي قبلك مشوا مشوار قبلك يعني مشوا خلنا نفرض مثلا مشوا 30 ميل ولكن برج الدلو خلال شهرين خلال اخر شهرين في السنة عرفتوا طاقة السلحة والارنب نفرض ان القصة شوي نغيرها الارنب ما اخذ الغرور لاخر مدى واستيقظ في اخر خمس دقائق من السباق هذا الارنب اللي عندنا اللي رح يستيقظ اوكي في اخر خمس دقائق في اخر شهرين من السنة تستيقظ يستيقظ هني العملاق ويحقق شي ما حققوا هذين الاشخاص اللي كانوا ذابحين نفسهم مستهلكين طاقتهم طول السنة هذا رفلكشن كأنما الكون قاعد يغشي شك الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك نوع من الدفعة اللي رح تقدر تميزك فارس الاكواب اهني ببرج الدلو تحاول جدا تكون متواضع اوكي تحاول انك تشكر الاشخاص اللي ساعدوك وما تنسى فضلهم هذا من اطباع برج الدلو انه دائما هو برج الانسانية برج المجتمع برج التواصل برج الجميع ينظر الى جميع الاشخاص المعليين ولكن هذي اللحظة خاصة فيك وبقولك ليش هذي لحظة تكريمك فيه رح يأتيك ان شاء الله في الفترة القادمة هذي القراءة نعم للاشبوعين القادمية ولكن طاقة التارو مول لزمان محدد فهني لحظة تكريم رسمية انت عمل مع من؟ اي جهة رسمية؟ اي عمل خيري انت قمت فيه؟ اي عمل حتى؟ ليش اني انا اقولك انجازك صعب ان تحققه؟ لان الاشخاص حققوه في تسعة شهور انت على اخر ثلاثة شهور شهرين من السنة تحقق هذا تصل الى التاركت اذا كان عندك هدف معين في المبيعات هدف معين في الاموال تأتيك رسالة شكر حتى من البنك نفسه اللي انت ودع فيها اموالك اوكي؟ رسالة شكر رسالة اعتراف رسمية من جهة ايضا رسمية من جهة لها وزنها ولما اقول لها وزنها نشوف هني اربعة الخمسيات هذا النوع من التكريم ما يحصل كل منها بودب بعد شوف هني برج الدلو احاول انه يكون كيوت احاول انه حتى في ابتسامته واستلامه الجائزة والتكريم انه ما يجرح مشاعر الاخرين ولكن انت ما تستطيع تتحكم بمشاعر الاخرين مش اغلك مش اغلنا نتحكم مشاعرها اوكي؟ هذه لحظة التكريم اللي تأتيك من بعد هذا الانجاز السريع اخر كرت للحياة العملية مال القادم؟ غصنين؟ غصنين اسسناهم في الارض ممكن يكون عندك عمل دائم وبزنس على جنب ممكن يكون عندك تخصصين خطتين اوكي؟ او على الاقل عديت مرحلتين صعبين في هذا المجال مرحلتين المرحلة الاولى مثلا انك تحصل على كذا انك مثلا تفتح المحل تفتح البزنس نفسه المرحلة الثانية انك تستطيع ان تؤسس نفسك عن طريق ان تجذب الزبائن المرحلة الثالثة احس هنا برج الدل ووقفتك لما تنتهي على نهاية فعلا السنة هذي هي وقفة شن راح تكون خطوتي القادمة؟ العالم في يدك هنا الكرة الارضية كلها في يد هذا الشخص قاعد يتطلع ما هي خطوتي القادمة اوكي؟ اذا كان عندك شيئين في الحياة شيئين بزنسين اوكي؟ شخصين حتى متعسرين عليك ففي الفترة القادمة اخيرا راح كأنه مطاقة الدب تثبت الدب دائما لما يضرب على الارض يضرب على الجليد يفتح بقوة الضاغطة بقوة اللي تصدم فهنين نتكلم عن انك تثبت هذلين الغصنين وتتطلع الى المرحلة رقم ثلاثة المرحلة رقم ثلاثة تبتدي مع 2020 ترى هذا هو اللي ينتظرك ان خلال الفترة القادمة ان شاء الله تصيدك هذه التغييرات المفاجئة الايجابية اوكي؟ وهذه الطاقة مو طاقة احنا نحاول ندفعها اوقات لما تكون صارف حياتنا انشي سلبي احنا ندور عن الطاقة الايجابية ابدا هذا النوع من الطاقة هي تطرق بابك في احد ايضا تشوفي هنا احد يمكن اصغر منك سنن ولكن رح ينبهك على شي جدا مهم اصغر منك سنن ابعد عنك مصافة من دولة ثانية من ثقافة ثانية ولكن طريقة في عمل الامور عنده طريقة ابداعية رح ينبهك يغششك حتى شخص يغششك يعطيك طريقة ان تقدر توصل فيها اسرع دابة طريقة اسلوب تصل اسرع لمرادك اتحق اسرع امونيك هذي ثالث كرت ونسحب اخر كرت للحياة العملية هني من الاوركل ناخذ الكرت اول واحد اللي نقضب سنسيتيفتي يو ار بكومين مور سنسيتيفة ونحتاج ان تتكلم عن هذي المرحلة المرحلة الاخيرة مع نهاية السنة شوف مع نهاية السنة عزيزي برجدلو محتاج تكون جدا دقيق في تهديفك نعم بتيك طاقة تساعدك بتيك طاقة تعطيك دفعة بتيك مساعدات من كل جانب ولكن لا تصر عشوائي في استخدام هذي الطاقة هذي الرسالة بعد تقولك مو شغلك ان انت تكون متواضع تخبي انجازاتك مو شغلك ان انت تقلق على مشاعر الاخرين اللي ينجرحون لان انت انجز افضل منهم لان شكلك اجمل منهم لان اموالك ابتدت تصير حتى هني اشوف الاموال لما نشوف السنسيتيفتي الاموال سهولة قدومها لك من افضل منهم وهم يتعبون وهم يمرون بمرحلة عصيبة هذين الناس اللي كانوا يشوفونك اقل منهم او اكثر كسلا على الاقل يشوفونك اقل منهم في شيء المهم محتاج تكون جدا واضح احني وجدا دقيق ان هذلين مو شغلك ازين لا مزيد من التعاطف وايضا تختار بالضبط ما هي خطواتك القادمة هذه رسالتك في الحياة العملية خلنتوا في الحين القراءة العاطفية باسلوب المرايا برج الدلوم من تحت عندنا ملك السيوف انت لا راح تكون لك اليد العلية في الحياة العاطفية في الفترة القادمة انت لا راح تكون الشخص اللي تأمر ولكن هنا عندنا في القراءة العاطفية في جانبين لانه هي قراءة مرايا اختار الجانب اللي تحس ان ينطبق عليك اكثر بسم الله اربعة سيوف ستة الاكواب كرت العاشقين برج الجوزاء هذي الطاقة موجهة لك انت من شخص من شخص معين احسي هني رجوع بعد غياب طويل او تحسن تحسن مفاجئ مثل ما حتى في الحياة العملية عندنا هني شخص احملك فترة طويلة او على قولتهم بالانجليزي they took you for granted اخذك ان انت انسانة وفكر ان برج الدلو راح يكون موجود لما انا اكون مستعد لما اريد اني اراجع في حياتي راح يكون موجود برج الدلو وين راح يروح؟ موجود راح يظل متوفر هذا الشخص ولكن احس يمكن يدرك بالطريقة الصعبة ان انت لا مو متوفر انت مو سهل انت لست عملة سهلة انت من العملات الصعبة احس انه راح يدركها بطريقة مؤلمة هذا الشخص اوكي لان هي في ستة الاكواب يمكن في السابق متعود ان انت شوف للامانة احس هنا ان في شخص كان ما زال يفكر ان انت راح تظل موجود كخيار على الاقل كخيار يستند عليه وقت الحاجة وقت القلة القلة ايضا لما نشوف اربعة سيوف وقت القلة اوكي في شخص هنا في فترة من الفترات ما كان مستعد يتكلم عن العلاقة اوه اللي انسحب اوه اللي اراد انه بسرعة يبيع العشرة يبيع العلاقة وما اراد انه يحارب ما عند طاقة المحاربة عند طاقة الاستسلام هنا في اربعة السيوف عند طاقة انه خذلك اختار الطريق السهل لانه ما اختار الطريق الصعب وقتها في كرت العاشقين في كرت العاشقين كأنه انه يطلب فرصة جديدة يطلب السماح ولكن للامانة وجود ستة الاكور يبين لي انه راح يكون طريق التعامل معك مع العلاقة نعم التعامل نفسها خلي اكون صراحة صادقة اوكي ايه هذا الكرت يطلب من الدقة ابدا ما نقدر نفصل حتى لو كانت هذه القراءة عملية اسلوبه في التعامل ما راح يكون تغير كثير تقريبا نفس الاسلوب تقريبا نفس الشخص ولكن بحلة جديدة اهني فكرة العاشقين برج الجوزاء يطالب يطالبك انت مع ان اهو اللي كان منسحب يطالبك انت بالتزام اكثر جدية هذه المرة قادم وحامل قلبه في يده اوكي ومستعد انه يعطيك اياه مستعد انه يتبادل معك قلبه بقلب ولكن يريد كأنه نوع من الضمانات دائما احس اربعة السيوف كأنما كرت الشخص اللي يكون كرت الامانات الشخص اللي نعطيه مفتاح الخزنة اللي نعطيه لاشياء الثمينة ومن ثم نذهب الى مكان معين عرفتو؟ الخزانة هذا شخص رح يطلب منك ضمانات في المقابل رح يطلب منك على الاقل انه توحده بامور عشان يعطيك قلبه ولكن الشي الجيد انه في هذه المرة في الطاقة القادمة اول شيء تطوراتك في طاقتك وحياتك العملية خلتها يحس بقيمتك انت كشخص خلتها يتشوفك بضوءك الحقيقي ان انت مو انسان سهل وانت مو متوفر وهو يمكن رحل كان يفكر انك رح تتكرر في حياتك مرة ثانية ما صار ما رح يصير فالحين صار راجع مستعد يقدم لك خلا نشوف طاقت الجهب ثانية شنو تقول سبعة الاخصان في شخص ما رح يرفض ما اشوفه رفض قاطع ولكن شنو برج الدلو قاعد يقول لي صح انت راجع و احس برج الدلو لنشذب على بعض انت ما تحتاجني اقولك انت عارف انه عرضه حقيقي ولكن احسك رح تختار بملء ارادتك انه ايضا تضعه تحت الاختبار اتصعب عليه الامور اوكي لمجرد تصعيب الامور انت عارف انه هو حامل قلبه في يده اوكي عارف انه ما رجعلك الا انه ادرك شي في القلب حاول يستبدلك في قلبه ما استطاع ولكن احسي هنا برج الدلو ما رح يسهل عليه ابدا وما رح يسهل عليه عملية الرجوع رح يحطه في اختبارات وبعد الاختبارات امتحانات وفي امتحانات عملية في امتحانات نظرية في امتحانات تخص المطالبات سيستم عندك سيستم بور جدا له عندك سيستم بخصوص او او خطة كاملة محكمة بخصوص شنو رح يساوي لما ينرجع حالشخص وايضا طاقت التارو قاعدة تشجعك لو ما كان عندك ادخل في هاي الطاقة طاقة اللي استعد انه يعترف في اي لحظة اعترف وشيك اوكي وخل مطالباتك جاهزة ورقة المطالبات عشان يكون فيه شيء مثبت للرجعة هذه المرة مثل المرسى الهيرمت مع ملكة السيوف كرت بورد العذراء الناسك اوكي اوكي مع كرت ملكة السيوف احس هنا انه ام برجة دلوقت وشير قاعد يقول لك في امور شوف انت من حقك تسأل الشريك عن خفايا واسباب تصرفه بالطريقة السابقة من حقك تسألي لماذا رحت ولماذا راجعت وشنو اللي حفزك ترجع وشنو صادق اثناء افتراقنا وشنو اللي خلاك تفكر فيني شنو ذكرك فيني هذي النوع من الطاقة من حقك ولكن مو من مصلحتك من مصلحتك انه تدخل اكثر في طاقة الثقة بالنفس شنو صاد هالشخص اللي اختفى عنك فترة والحين راجع بعد غياب وراجع على قولتهم شا يقولون حامل اذيال الفشل معاه تقدر تسأله ولكن ما راح تستفيد وبرستيجك راح يقل انه نشوف الملكة الملكة دائما يهمها منظرها وصورتها وبرستيجها نعم راح تحصل الجواب الصحيح لما سألته او تسأله هل تعرفت على شخص ثاني هل تركني بسبب شخص ثاني هل كان في حياتك شخص ثاني هل اللي كنت تدور عليه ما لقيته مع هذا الشخص عشان تريع رجعت لي من حق ما حد يقدر ياخذ منك حقك ولكن اذا كنت فعلا ترغب لحد الان عندك رغبة جادة فهذا هو الوقت ان ندفن الماضي مع بعض ندفن الماضي حتى بدون ما نتكلم عنه لان تشوف الملكة لما تكون في طاقتها ووافقة عليها من الانجاز نفسه ما تسأل الفرسان شلون انجزته شلون حققته ولمن كلمته ومن رحته ما تسأل ما عليها من التفاصيل عليها من انجاز المهمة بأي ثمن دائما اقول طاقة الملكات في التارو فيها نوع من الانانية والبرستيج والاحتمال بالنفس نفسي اهم من الاخرين اوكي فكأنما هني اختار معاركك واسئلتك وتحقيقك حتى مع الشريك لما يرجع بدقة خلوا مرا كل شي يكون فيه سبب وسبب سبب جوهري ما يكون سبب عشوائي وهو اشباع الكبرياء الكبرياء ما راح يحسن وضعك مع هذا الشخص لان هذا الشخص احسه راجع اردي اردي عنده احساس دع من الفشل اردي تشوف نفسه كانسان فاشل شوية او تشوف نفسه ان اهو معترف بغلطه هذه الكلمة معترف بغلطه اذا اهو اردي اعترف بغلطه ليش ندقق على الغلط نفسه عندك شوي منطاقة اخبرني لماذا وين وليش هذا النوع هيا